حكومة الصبر الجميل أم حكومة الفرصة الأخيرة داعش يعود وهل اختفى لكي يعود امبراطورية الكذب والتضليل هذا الذي يجري في إيران ابقوا معكم لاحظتم في الفترة الأخيرة سجالا وجدلا كبيرا فيما يتعلق بتشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني وهذا الأمر طبعا متعارف ومألوف دائما بتشكيل كل الحكومات السابقة يحصل مثل هذا الجدل لكن الملاحظ والذي يثير التساؤل هو أن هناك قوى سياسية ونقولها بكل صراحة الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني على سبيل المثال والأخوة في تحالف سيادة جماعة الأخوة الخنجر الحلبوسي يعني هؤلاء الذين انضموا في الفترة الأخيرة إلى ما أصبح يعرف بإتلاف إدارة الدولة وأنهوا هذا الانسداد السياسي الذي استمر أكثر من عام منذ الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين أول أكتوبر 2021 هي اللي شوية بدت يعني تطيل خنقول هكذا في الانتهاء من تشكيل الحكومة وكان يفترض كما تعلمون أن يقدم السيد محمد الشياع السوداني أسماء هذه الحكومة أسماء الوزراء الذين اقترحوا عليه قبل منهم من قبل رفض من رفض كان يفترض أن يقدم حكومته يوم السبت الماضي لكن الأمر تأخر ومشكلة صبر جميل والله المستعان هذا أمر مألوف هذا أمر طبيعي بس مول طبيعي أن يصير تسويف وهذا التسويف شوية يطول تسويف يجر تسويف لأنه المعادلات الإقليمية والمعادلات الدولية وحتى المعادلات المحلية بعد التطورات التي جرت بعد أزمة أو فتنة الخضراء لنقول بصراحة الدماء التي أريقت عبثا من بعض الناس من بعض الجماعات المسلحة هذه الجماعات المسلحة الآن موجودة بعضها يتحرك من جديد وأكون مجاميع مسلحة أخرى بدأت تظهر وهناك من يتحدث عن مجاميع منفلته ولا يوجد من يعني يتبنى مسؤوليته هذا الأمر طبعا يعني ممكن يعطينا انطباعا بأن هناك جهات سواء دولية وسواء إقليمية وسواء محلية مو من مصلحته أن تنجز الحكومة بوقت قياسي سريع ومو من مصلحته ذهاب حكومة تصريف الأعمال المنتهية يعني حكومة السيد مصطفى الكاظمي يعني بقاء الوضع على ما هو عليه وإثارة ملفات فساد جديدة يوم يطلع ملف من هنا وملف من هناك حتى إذا بعدين تشكلت الحكومة أو إذا حصل ما هو يعيق ربما السيد مصطفى الكاظمي ممكن هكذا يعني أقول رهان أقول رهان لكن هذا الرهان فاشل ممكن يراهنون على صبر السيد محمد الشياع السوداني وصبر الجهات التي رشحته وتصر أن يكون هو رئيس الوزراء وممكن يعني يقول لك أنا أترك لكم هذا الجمل بما حمل وما أقدر أستجيب لهذه الضغوط التي تمارس من قبل هذه القوى السياسية هذا واحد لكن طبعا أنا واثق تماما أن المرحلة ما تتحمل الآن هذه المرحلة مثل هذا الصبر الجميل يجب أن تكون هناك ثقوف زمنية واضحة ومحددة ويجب تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تنفذ برنامجها الحكومي على الأقل هذا البرنامج الحكومي الذي أعلنته أو أعلنه السيد محمد الشياع السوداني خلال تصريحاته وخلال لقاءاته بممثلي المجتمع الدولي دول كبرى في المجتمع الدولي أعربت عن استعدادها للتعاون مع العراق في هذه المرحلة بالذات وتعرفون الشتاء على الأبواب سوق الطاقة العالمي لا يزال يعني يعاني كثيرا الدول الأوروبية عندها مشاكل كبيرة فيما يتعلق بنتائج وتداعيات الأزمة الأوكرانية الأزمة الأوكرانية في تصاعد الصين الآن غيروا قيادتهم صحيح أبقوا على الرئيس الصيني الحالي لفترة رئاسية ثالثة سمحوا له بعد أن تم تعديل الدستور سابقا ولكن الآن الصين أيضا تتأخب لمواجهة مباشرة من العيار الثقيل مع الولايات المتحدة الأمريكية إصرار كوريا الشمالية على أن تكون أيضا لاعبا أساسيا في معادلة الصراع فيما يتعلق بإصرارها على الاستمرار في برنامجها النووي وبرنامجها التسليحاتي الصاروخي المثير للجدل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي طبعا نفس الأمر ينطبق على حلفاء هذه الدول مثل إيران تحديدا التي أيضا تصر على تطوير أهلتها العسكرية بالرغم من كل الحملات التضليلية التي تشن عليها التحالفات اللي موجودة هذه كلها مو بصالح الفئات التي تراهن على صبر السيد محمد الشيع السوداني يجون شي يسوون هل سيتحدثون لك عن حكومة الفرصة الأخيرة وهذا صار لهم كم يوم يدقون على هذه الشغلة حتى يعني بعض القوى السياسية اللي يعني يعني ممكن تكون مؤيدة للسيد محمد الشيع السوداني أيضا لاحظت هذه النغمة تتردد والله هذا يعني هاي الفرصة الوحيدة والأخيرة لكم إذا ما نجحتوا في هذه الحكومة يعني في عهد محمد الشيع السوداني فأنتوا خلاص يجب أن تزاحوا من الساحة طبعا نحن نؤيد فكرة أن تنجح حكومة السيد محمد الشيع السوداني ونؤيد أن ينجح أولئك الذين رشحوه ووقفوا خلفه ونؤيد أيضا أن تراجع القوى السياسية التي استهدفت في الفترة الماضية تحت واجهات متعددة الأحزاب يحكمون والأحزاب وباقونا الأحزاب وباسم الدين باقونا الأحزاب هذولي هاي الأحزاب التي تعرضت إلى هذه المؤامرات نؤيد أن تعيد النظر في الكثير من سياساتها أن تنتقد أداءها السابق وتكون صريحة وواضحة مع جمهورها بل يجب عليها أن تعمل من أجل جمهورها قبل كل شيء صراحة شوفوا السيد الشهيد محمد باقر الصدر مرجعنا العظيم آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية كتب فيما يتعلق بغريزة حب الذات من الطبيعي موعب عليك أنت وروح وراجعوها كتابات السماحة السيد الشهيد حول غريزة حب الذات سواء في كتاب المدرسة الإسلامية أو حتى في مقدمة كتاب فلسفتنا أنت اشتغل لجمهورك يعني الإنسان غريزة حب الذات هي الغريزة الأم التي تحرك الإنسان يشتغل لنفسه من عمل صالحا فلنفسه الإمام علي عليه السلام يقول والله ما أحسنت لأحد وما أسأت لأحد ثم تلا قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الإنسان يحب ذاته يحب بني قومه يحب جمهوره يحب حزبه وحتى يعني في القرآن الأقربون أولى بالمعروف أول شي عليكم يا قوى الإطار التنسيقي أن تعملوا من أجل جمهوركم مو يعيروكم قاعدين بكردستان وبالغربية نحن نحن لا نتحدث بلغة طائفية ولا بلغة تقسيمية مناطقية بس إخوة شفتوا الذريعة اللي احتجوا بيها وحركوا لكم مناطق الوسط والجنوب وأوجدوا هذا الضد النوعي هو أنكم أخفقتم في أن تقوموا ببرامج إما اقتصاد إعمار لمدنكم في الجنوب وفي الوسط وخصوصا في الجنوب الجنوب اللي هو مثل الدجاجة التي تبيض ذهبا 95% من ميزانية العراق من الجنوب من نفط البصرة 93% والبقية من إعمارة والناصرية ونشوفوا بدن الجنوب والخريبة وحس الشتاء جايك والأمطار جاية وحشينا لكم قبل أيام عن المدارس كل خمسة برحلة كل خمسة برحلة هذا إذا قدروا يعبرون البحيرات التي يصدعها تصنعها الأمطار ويوصلون للظفة الأخرى يدامون تلاميذنا أولادنا وبناتنا اشتغلوا لجمهوركم اللي وقف إلى جانبكم سواء في الانتخابات وأنا واثق تماما الكثير منهم من جمهوركم أعارضه عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع الأخيرة ليعاقبكم لكن في نفس الوقت وقف إلى جانبكم في المعارك الإعلامية وفي هذه الحروب النفسية التي تشن عليكم فأعملوا لهم وأجهضوا هذا المشروع الذي يثار في وسائل الإعلام حاليا ويقولون والله حكومة السيد السوداني هي حكومة الفرصة الأخيرة لا لا هذه حكومتكم يجب أن تبقى وتتمدد بالإنجازات ما تفعلونه في الجنوب والوسط يفيض خيرا على البقية يعني ما في شيء اسمه أو يمنعكم من أن تهتموا أولا بجمهوركم ابقوا معنا داعش يعود وهل اختفى لكي يعود طبعا هذا التنظيم الإرهابي نعم تمكن العراق بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الفتوى المباركة لسماحة آية الله العظمى السيد علي السسلاني حفظه الله وجهود العراقيين خصوصا الذين لبوا نداء هذه الفتوى وطبعا بدعم من الجمهورية الإسلامية ومن كل المحبين المخلصين الطيبين الشرفاء الذين يعتبرون هذا التنظيم الأرهابي خطرا على العالم وعلى الإنسانية قبل أن يكون خطرا على العراق أو سوريا انتهى هذا التنظيم من حيث كونه دولة شكل دولة وأنتو تعرفون عقيدة هذا التنظيم الأرهابي بل عقيدة يعني معظم التكفيريين هم أنهم يعني يقيمون ما يسمونها بدولتهم يحكمون يفرضون الأحكام الشرعية كما يعتقدون عندما يتمكنون من ذلك يتمكنون يعني بحاجة إلى أرض إلى قدرات ويسوون دولتهم يصير دولتهم ويسوون دولتهم شاموا سوريا في سوريا وفي العراق وبالإمكان أن تتمدد وترفعون شعارها أصلاً هو شعارها باقي وتتمدد داعش سمرة نقول تنظيم داعش فتحدث عنه بالإشارة بالمذكر أو الدولة الإسلامية يعني هذه الجماعة التي تسمى داعش هذا الأمر تحقق نعم يعني أعتقد من الصعب بمكان أن تستعيد هذه الدولة الإسلامية الخرافية الإرهابية إمكانية العودة كدولة في الظروف الحالية بس هذا التنظيم لا لا باقي وفعلاً باقي وهذه تقارير رسمية للولايات المتحدة هسا ممكن أنت تعتبرها وممكن أنا أعتبرها وممكن فعلاً هذه التقارير هي لكي يعني يثير الرعب في نفوسنا لكي يبرروا باستمرار وجود القوات الأمريكية أو ما يسمى بقوات الاتلاف أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش وطرقون هاي قوات موجودة بهذا العسم لتحارب داعش الذي أوجدوه هم صح بس احنا على الصعيد الميداني ميدانياً جاي نشوف أكو أثر فعلاً أرهابي بدأ هذا الصعود مباشرة مباشرة بعد استشهاد قادة النصر بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية في عهد وبأمر مباشر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترام باكتيال الشهدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس بدأ المنحنى التصاعدي يرتفع تدريجياً لهذا التنظيم الأرهابي وأنا قلت لكم سابقاً في حرقات سابقة لكن لا بأس من الإعادة في الإعادة إفادة تقارير رسمية لوزارة الدفاع الأمريكية وللفنتاجون طبعاً والمؤسسات العسكرية التي تعنى بهذا الموضوع قالت في الثلث الأول أكدت أنه في الثلث الأول يعني من يناير القانون الثاني 2020 استشهاد القادة إلى أواخر الشهر الثالث الرابع هذا الثلث الأول من السنة 2020 المعدل رأساً صعد حوالي 37% لاعش صعدت عمليات تتصاعد شوي شوي لا بدأ الأمر يعني مثير للريبة بحيث حتى متخصصين يعني عراقيين من نثقوا بهم من يتحدثون هذه الأيام عن هذا التصاعد النوعي لداعش بدأوا يثيرون تساؤلات يعني شو للحكومة العراقية لاش سوي حكومة تصريف الأعمال لاش سوي بعدين ليش القوة السياسية تختلف في بعض الأماكن يصير صعود هي تختلف سياسيا في مكان في بعض الأماكن ويصعد الكيرف لهذا التنظيم الأرهابي على سبيل المثال هذا التنظيم الأرهابي بدأ باستعادة نشاطه وهو يحاول الآن جمع ما تبقى من أعضائه هذه التصريحات رسمية نشرتها شبكة فوكس نيوز ديجيتال لخبراء ممن يعني يعتدوا بكلامهم يقولون أنه في الوقت الذي فقد فيه التنظيم مراكز القوى الرئيسية بعد سقوط الدولة دولة التنظيم الأرهابي وتكسير المجاذيف تحرير المدن يعني هذه المراكز القوى التي كان يحتفظ بها في ظل الجيل الأول من قيادته الكثير منهم قتلوا أو انتقلوا مقلوهم مرة نقلوهم الأفغانستان وهي طبعا روسيا تقول ها مؤانا لأقوله روسيا عدى شبكاتها وعدها الأقبار الصناعية قالت نقل أعداد كبيرة من قيادات داعش من العراقي ومن سوريا إلى أفغانستان وقسم منهم ودوهم إلى ليبيا وقسم طبعا القتلوا فيقول في الوقت الذي فقد فيه التنظيم مراكز القوة الرئيسة التي كان يحتفظ بها في ظل الجيل الأول من قيادته فإنه لا يزال يشكل خطرا في المناطق التي لا يزال قويا فيها والمدن الشمالية بين صلاح الدين وكركوك وجبهة جبال مام وأشار هذا الخبير إلى مناطق في غرب الأنبار تشكل حصنا للتنظيم الأرهابي ولا تزال تشكل خطرا كبيرا شهد الخطر الكبير الخطر الكبير أنه استطاعت على الأرجح في الأيام الأخيرة أن تشون هجمات انتحارية في أماكن مختلفة من المدن العراقية في كركوك ومدن أخرى وبعضها قريب أيضا حتى من العاصمة أو بعض العمليات لا يكشف عنها مع كل الأسف لأنه يقول لك بس يكشفون عنها أنا حكومة الكاظمي تحاول أن تخفي الكثير من المعلومات عن الرأي العام حتى لا يطرح السؤال مرة أخرى إذن لماذا تضعفون الحجد الشعبي لماذا الإصرار على حل الحجد الشعبي لماذا الإصرار على إضعاف سلاح المقاومة وفصائل المقاومة لماذا توجد أو يعني تم إيجاد افتعال أزمات بين قوات الحجد الشعبي بين فصائل المقاومة وقوات أمنية أخرى خاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة ولاحظت ذلك في موضوع البعيثة وفي موضوع القائد قاسم مصلح والاتهامات الجزافة الجزافة التي كانت قد وجهت له في قضية قتل الناشط الإيهاب الوزن وبعدين تبين أن قتل هذا الناشط وقتل ناشطين آخرين شخص آخر موجود وتم الاعتقال عنه وأعلن من قبل إحدى قدوات المقاومة أعلن عن اعتقال هذا الرجل اللي هو تابع لفئة أخرى لجماعة أخرى ليست لها بل من أعداء الحجد الشعبي وفصائل المقاومة ومر مرور الكرام وما حد يحكي بيها هاي الأخبار اللي تثير التساؤلات عن ضعف القيادات الأمنية التي تخضع أو للسيد مصطفى الكاظمي أما عمداً أو يعني تلك طبعاً حتى ما نحسن الظن يعنه إذا كثر الفساد في أمتي فعليكم بسوء الظن راجعوا تقرير معهد واشنطن يوم 19 أكتوبر تشرين الأول اللي يحذر بيه حكومة السيد مصطفى سيد محمد الشيع السوداني من القيام بعملية تطهير عملية إحلال قوى أمنية جديدة أو إعادة القوى الأمنية السابقة التي تم تطهيرها في عهد مصطفى الكاظمي من هذه الأجهزة الأمنية وعلى رأسها طبعاً الجيش وجهاز المحابرات زين فالمهم هناك تحذيرات مثلاً خلال أعطيكم معلومة أخرى قال بيل روجيو هذا الزميل البارس في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات هذا رئيس تحرير صحيفة The Long Journal War التي تتابع الحرب العالمية على الإرهاب قال لفوكس نيوز ديجيتال أن الدولة الإسلامية يعني داعش التي ولدت من رحم القاعدة في العراق موجودة في مرحلة عودة هذا هسه لقد انحسرت على مدى السنوات الماضية لكن هذا التنظيم الإرهابي يقول أظهر قدرته على التجديد بعد معاناته من هزائم كبيرة وكانت إحدى قواعد دعمه التقليدية في شمال العراق وفي غرب العراق لا سيما جبال حمرين فقدها هذا التنظيم في العام 2017 عندما فقد الخلافة لكنه عاد نشاطه في هذه المناطق بشكل لافت ومثير ويقول الآن هذا التنظيم الإرهابي يستعيد بعض الأراضي في غربي وشمال العراق نبقى لازم الحكومة الجديدة السيد محمد الشيعة السوداني أول خطوة يجب عليه أن يقوم بها هو تعزيز قوة وفاعلية القوات الأمنية كل القوات الأمنية و دعمها لكي تتمكن من تطهير هذه الأماكن دون الحاجة للولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى هذا المبرر والله احنا بحاجة إلى قوات أمريكية تكون موجودة تدعمنا حتى نتخلص من التنظيم الإرهابي اللي هم خلقوه وأوجدوه وصدروه أن هذه مهمة كبيرة وخطيرة وأنا أنصح أيضا حكومة السيد محمد الشيعة السوداني أن لا تبالي ولا تستمع لتهديدات معحد واشنطن هؤلاء يخيفهم ويحترمون القوي الذي يعمل لشعبه وعندك هذه تجربة أنصار الله تجربة أنصار الله في اليمن الأمم المتحدة تعترف بحكومة صنعاء الولايات المتحدة تعترف بحكومة صنعاء رغم كل هذه السنوات التي حاولوا فيها أن يظهروا هذه حكومة صنعاء بأنها متمردة أصنعوا في الصحافة وأنهم متمردين أخيرا الآن يتوسلون بهم ومس يعترفون بهم ويتوسلون فيهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وعلى استمرار تدفق النفط في سوق الطاقة العالمي ابقوا معنا مبراطورية الكذب والتضليل هذا الذي يجري في إيران أحبائي تعرفون جيدا أن الجمهورية الإسلامية تتعرض منذ قيام الثورة الإسلامية إلى مؤامرة كبيرة وخطيرة ومستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية وقوى غربية وآن ذاك حتى كانت قوى شرقية أيام يعني فترة الحرب الباردة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقبل انهيار الاتحاد السوفيتي الجميع كان يتآمر على الجمهورية الإسلامية ولعلكم تذكرون جيدا أن العقوبات التي فرضت على إيران لن تبدأ فقط بعد قيام الطلبة الثوريين السائرين على خط الإمام ونهج الإمام باحتلال السفارة الأمريكية في نوفمبر 1979 لا لا بدأت خلال وجود شاه إيران المخلوع عندما أحست الولايات المتحدة الأمريكية في عهد جيمي كارتر أن ممكن ينتصر الإمام الخميني وهذا الشعب بقيادة الإمام في ثورة الحشود المليونية سينتصر عاجلا أو آجلا فأوقفوا أول عملية عقوبات فرضت على إيران أوقفوا صفقة كان الشاه قد دفع ثمنها لشراء معدات وأسلحة متطورة من الولايات المتحدة هم لم يسمحوا بذهاب الأسلحة وأيضا لم يرجع الأموال إلى الجمهورية الإسلامية بعد قيامها بقيادة الإمام الخميني واستمر هذا العقوبات وآخر شيء في عهد دونالد ترام سموها عقوبات الحد الأقصى يريدون بأي شكل من الأشكال أن يضعفوا الجمهورية الإسلامية ويحاولون بعد ما فشلوا طريقة الحرب فشلت التي شنها صدام ومؤامرات أخرى محاولات انقلابات عسكرية هنا وهناك ما قدروا يسوون شيء ضد التهديد بالحرب خوف دائما يعني منذ قيام الجمهورية الإسلامية أي رئيس أمريكي جديد يتولى الإدارة الأمريكية يجي يقول الخيار العسكري مع إيران على الطاولة بس فشلوا لأن إيران استفادت من تلك الحرب العبثية المجنونة بالنسبة لهم وتحقق وتحققت نبوءة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف عندما قال بعدما أبلغ أو أخبر بأن هذه صدام شن الحرب علينا قال لهم الخير فيما وقع قالها بالعرب الخير فيما وإيران طلعت دولة صاروخية دولة تسوي طائرات مسيرة هس قاعدين يتحدثون عن خطر الطائرات بدون طيار الإيرانية أصبحت كابوس بالنسبة لهم وصواريخ إيران يريدون أيضا يتحدثون عنها في كل مفاوضات تجري بذريعة الملف النووي الإيراني إيران دولة أراد قائدها ويريد قادتها أن تعيش بكرامة إيران دولة أرادت أن تعيش بكرامة قالت لا للأمريكي قالت لا للاستكبار قالت لا لكل من يريد أن يفرض إرادته عليها فش يسوون إذن يجوا من الداخل هاي صار لهم فترة طبعا قضية الداخل بالمناسبة هي مو جديدة يعني بعيد انتصار الثورة الإسلامية حركوا مناطق في خوزستان والأهواز وتذكروها التظاهرات وجماعات انفصالية وعرادت أن تنفصل وكان صدام حسين يحرك تظهرون حركات انفصالية حصلت في كردستان في زمان الإمام يعني حتى قبل الحرب وبعد الحرب وخلال الفترة الماضية كانت بين فترة وفترة تظهر مثل هذه ما يسمع بالحركات الاحتجاجية الداخلية طبعا يشوفونها مبرر من المبررات وأخيرا هذه قضية مهسى أميني مهسى أميني طبعا الفرق اللي شوية ممكن نحس به خلال الفترة الماضية والآن هو الإعلام دائما هو في كل مراحل المراحل السابقة الإعلام هو الأسطول البارز في معركة التضغيل لكن بالفترة الأخيرة بعد بروز هذه القنوات الفضائية شبكات التواصل الاجتماعي سهولة الوصول إلى الشباب الإيراني استخدموا هذه الآلة الآلة الإعلامية لصنع إمبراطورية كبيرة من الكذب والتضليل عن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتحريك الشعب الإيراني بذرائع مختلفة وتعرفون أيضا إيران بها قوميات مختلفة فعلوا ذلك مع الاتحاد السوفيتي بس فعلوه عن طريق الغزو الثقافي الغربي الأمريكي وبطرق أيضا الحرب الباردة ومارضي كمرحلة يجب أن نتحدث عنها دائما ونذكر بها لأن الاتحاد السوفيتي أيضا يتألف من قوبيات مختلفة ومن أعراق مختلفة كان يجمعها الحزب الشيوعي العقيدة الماركسية يجعوا بطرق مختلفة أضعفوا العقيدة الماركسية العقيدة الشيوعية لدى المواطنين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وشوي شوي قوّوا هذه النزاعات الانفصالية بحجج الوطنية والقومية وغير ذلك وتم تقسيم الاتحاد السوفيتي إلى خمسة عشر دولة نفس الشيء يريدون يستخدمون مع إيران بس طبعا هذه المرة قلت لكم التركيز على إمبراطورية التضليل الإعلامي الغربي والعملاء والأتباع في المنطقة إجوا أوجدوا قنوات فضائية باللغة الفارسية باللغات أخرى باللغة الكردية باللغة البلوشية باللغة الآذرية طبعا باللغة العربية وباللغة التركومانية يعني ست قوميات رئيسية والكردية طبعا ومحاولة تحريك القوميات الإيرانية لكي تطالب بالانفصال وهذا يريدون انفصال مثل ما سووا الأكراد في شمال العراق على سبيل المثال لكن إيران إيران كشعب متمسك بدينها لأن هذا الدين هو الذي يوحد كل هؤلاء الدين الإسلام أولا وحتى موضوع القومية الإيرانية يعني هذا المفهوم العام لإيران هذا يأتي في المرحلة الثانية لدى غير المسلمين من المسيحيين والزاردوشت ومعظمهم أيضا نروح وشوفوا في البرلمان وشوفوا مواقفهم بل حتى هناك يهود أقلية يهودية كلهم يعتزون بقوبيتهم الكبرى اللي هي يسموها القومية العليا القومية الإيرانية الدولة الإيرانية الهوية الوطنية العامة لكن بالنسبة للمسلمين الذين يشكلون الغالبية هناك تركيز كبير على اضعاف هذه العقيدة الإيمانية لديهم واستهداف الشباب بشكل خاص أوجدوا غرف عمليات هنا وهناك وفي دول مجاورة للجمهورية الإسلامية تبث على نطاق واسع أفكار تدعو إلى الانفصال إلى الانفصال يعني شوفوا مثلا في قضية مهسى أميني مثال بسيط عندك هذا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قتلت الشرطة الأمريكية جورج فلويد المواطن الأمريكي البريء قتل بعبارة قوة الشرطة الضرورية قلنا هذه قوة ضرورية ونحن لازم للحفاظ على أمنا هذا راح مات كل شي انتهى وبينما هذه وسائل الإعلام تتحدث عن هذا الرجل المسكين تقدمه كأنه استخدمت قوة ضرورية لكي نحافظ على الأمن في البلاد بينما من تجي وسائل الإعلام وهذه إمبراطورية التضليل تتحدث عن المواطنة الإيرانية التي أحيلت إلى مقر لشرطة الآداب يعرفوها على أنها ضحية عنف الشرطة وفوق ذلك هي ضحية الحكومة وأنها علامة على انعدام الحرية في إيران وهذه قصة الإعلام التضليلي الذي يجب أن ننتبه من أخطاره كل يوم بينما أنت لو تجي وتشوف أن هذه القصة كاذبة الجمهورية الإسلامية بكل المسؤولين فيها أكدوا على تحقيقات محايدة في قضية مخسى أميني وحول سبب وفاتها بالرغم من أن الآلة الإعلامية حاولت أن تصورها بأنها مظلومة مقتولة يجب الدفاع عنها لكن أكثر من يعني شوفوا فريق طباء من المتخصصين مكون من 19 عضوا تحقيقات منفصلة أخرى أجراها البرلمان الإيراني تحقيقات أجراها الطب الشرعي تحقيقات أمر بها رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي كلها أكدت على أن هذه الوفاة كانت وفاة غير يعني ليست رواية القتل وحتى والدها أكد أن الوفاة لم تكن كما يقولون بأنها رواية قتل متعمد ومع كل هذا ما زالت إمبراطورية التضليل الإعلامية تواصل بث الأكاذيب والإشاعات وتريد أن تكرر ما فعلته في أحداث ما سمي بثورات الربيع العربي وبعد ذلك تكشف كذب هذه الآلة الإعلامية المضللة وشفت سوريا وشفت ليبيا وشفت بقية الدول ولكن هذا بفضل الله في إيران لن ينجح لماذا؟ لأن في إيران عقيدة وقيادة وشعب عرف كيف يدافع عن هذه الثورة وعاهد الإمام الخميني على أن يبقى على نهجه ليدافع عنها ولكي تتصل بثورة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف في أمان الله ترجمة نانسي قنقر